وبينما تتصاعد وطيرة الحرب في أفغانستان تسارع موسكو لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية من تقول إنهم حلفائها من الدول المجاورة لأفغانستان لذلك عززت روسيا وجودها العسكري على الحدود الأفغانية من جهة تاجكستان في التفاصيل أرسلت القاعدة الروسية في تاجكستان مجموعة من الآليات العسكرية الثقيلة مكونة من مدرعات ودبابات إلى ميدان الرماية حرب ميدان القريب من حدود أفغانستان ونشرتها هناك الدبابات والمدرعات الروسية قطعت مسافة 200 كم من مركز انطلاقها إلى نقاط التموضع ومن المقرر أن تجري الدبابات خلال مهام انتشارها مناورات عسكرية مشتركة لعدة أيام مع قوات من أوزبكستان وطاجكستان المناورات ستجري على طول الشريط الحدود لمقاطعة ختلونة طاجكية مع أفغانستان ستشارك فيها وحدات من القوات المرابطة في القاعدة الروسية في طاجكستان وقوات من الجيش قادمة من موسكو إضافة إلى قوات طاجكية وأزبكية التعزيزات الروسية بخصوص أفغانستان لم تقتصر على الوجود العسكري قربها بل ذهبت لأبعد من ذلك وهو تنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية مشتركة تربط آسيا الوسطى بآسيا الجنوبية وكلمة السر فيها أفغانستان لكن بعد استقرار الوضع فيها أولا المشروع الروسي هو عبارة عن سكة حديد بين ترميز أورس باكستان ومزار شريف وكابل أفغانستان وبشاور باكستان ووصلها مع سكة الحديد الأورو أسيوية الحديثة العابرة لسيبيريا وبين أوروبا وغرب الصيد ترجمة نانسي قنقر